هذا وقد أشهد حزب السادات الديمقراطي بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواطنين وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عفة السادات إن القرارات التي اتخذت اليوم من رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة تعتبر تنفيذا حقيقيا لتوجهات الرئيس السيسي واعتبر السادات أن قرارات الحكومة اليوم هي بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة مضيفا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تظل حريصة على حماية المواطن من أي ارتباك مع الأزمات العالمية اتقامت بتوفير السلع والاستمرار في المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن